اشتركوا في القناة بين الشقيقين من وشائج قرب وأهداف ومصير مشترك وتأسيسا لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة عقدت اللجنة العليا المشتركة للتعاون اجتماع دورتها الثامنة وتأكيدا على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي كالتالي اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بمملكة البحرين وأكاديمية الامارات الدبلوماسية بدولة الامارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الامارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم في مجال التخطيط الحضري وتنمية المجتمعات العمرانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال السياحة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقد شهدت اللجنة التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث بمملكة البحرين ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بمئوية الشيخ زايد بن سلطان الانهيان ومدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية كما استعرض الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث أكد الجانبان على موقفهم الثابت بدعم المملكة العربية السعودية فيما تنتهجه من سياسات حكيمة وما تبذله من جهود لأجل مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بالمجتمع الدولي وفي مقدمتها آفة التطرف والإرهاب وأعربا عن الرفض التام لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور المملكة العربية السعودية الأساسي والقيادي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي والدولي كما أكد الجانبان على سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزورها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وأكد الجانبان على رفضهم المطلق والقاطع للتدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية ترجمة نانسي قنقر